يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تساؤلات جديدة حول ترشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية مع توقف حملته مؤقتاً وذلك جراء إصابته بفايروس كورونا جاء ذلك في وقت كثفت فيه شخصيات قيادية في الحزب الديمقراطي ضغوطها على بايدن وذلك للانسحاب من السبق الرئاسي بسبب مخاوف من عدم قدرته على هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب طريق الرئيس الأمريكي جو بايدن الطامح في ولاية ثانية للرئاسة الأمريكية بات مملؤاً بالعقبات مأزق جديد يواجه بايدن بإصابته المفاجئة بفايروس كورونا مضطره لقطع جولته الانتخابية ترافق مع توسع دائرة النيران الصديقة التي تمثلت بحراك ديمقراطي غير اعتيادي لحمل الرئيس على الخروج من المعركة أزمات متتالية ضيقت الخناق حول عنق الرئيس الأمريكي أخرها جاء من الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ والذي دعا زعيمها تشاك شومر بايدن بشكل خاص إلى التنحي في انتخابات 2024 وفي سياق متصل من الضربات المتلاحقة أخبرت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي الرئيس جو بايدن بأن استطلاعات الرئي تظهر أنه لا يستطيع هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب الأجواء التي رفقت هذه التطورات توحي وربما ترجح أنه تحت غطاء الحجر الصحي سيغتنم ساكن البيت الأبيض فرصة الخلوة لمراجعة موقفه وإعادة النظر بإصراره على مواصلة المعركة الانتخابية التي باتت احتمالاتها شبه مزدودة أمامه وفي مرة هي الأولى التي يفتح فيها الرئيس الأمريكي الباب أمام فكرة التخلي عن حملته الانتخابية قال بايدن في وقت سابق أنه سينسحب من الرئاسة إذا أخبره الطبيب بوجود مشكلة صحية وفيما يبدو من مداولات الساعات الأخيرة في واشنطن فإن لحظة خروج بايدن من ساحة الانتخابات أصبحت قابقوسين أو أدنى رغم أن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة محفوفة بكثير من المخاطر للحزب الديمقراطي فيما لم يتبقى على الانتخابات الأكثر تشويقا في العالم سوى أربعة أشهر اشتركوا في القناة